بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما حبابي في الله كتيرين أشباركم تنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة تنشكر الناس اللي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنشكر الناس القدام مجدد تنشكر الناس اللي تدخلوا الزوار تنقول لهم إلا دخلتوا حاولوا تدعموا القناة وتفعلوا الجرس وتأبونوا وتخلوا لي لايك إلى عجلكم الفيديو إن شاء الله بحول الله وقوته تنجيبوا ما هو جديد في إبطال السحر والعين ما هو جديد للناس اللي تحتاجوا الوصفات الرحمانية الوصفات اللي فيهم غير الذكر الله وفيهم غير الحاجة اللي ستنفعهم في المنزل الناس اللي عندهم أسحار أو عين أو حسد في البيت تكونوا عندهم مشاكل في الحياة تكونوا عندهم مشاكل كاصداع وتفاهم قليل والناس وخاهم في المنزل متنافرين ما عندهم مش حب ما عندهم مش مودة تتلقوا غير يأكلوا ويتفارقوا كل واحد تشد زاوية لأنه عندهم أعراض في المنزل ديال السحر المرشوش السحر المرشوش هو تكون قدام العتبة تيجيوا بعض الأشخاص اللي تكونوا عندهم مساوئ أو تكونوا ما تبغيوش للخير لهادوك العائلة تكونوا عندهم أدية تبغيوه أدية والناس على طريق الباب أو تكون السحر المدسوس السحر اللي تكون تيجي إش إنسان عندك ولكن تكون هاز مع بعض الأسحار ترشهم بلما تشوف أنت ترشهم في مكان معين في المنزل ديالك وتخليه وتزي وتيمشي بحالو الناس اللي تكون عندهم هاد الأعراض تكون مشاكل عندهم في البيت ما تكونش راحة للمنزل تتكون عندهم أعراض أخرى ديال تكسير الأواني باستمرار تكونوا بعد العلامات تكون نمل تكون النمل بكثرة تكون السحر المرشوش تكون تأثر على تبين لك العلامات أن تظهر لك النمل تالت حاجة تكون عندك تكون ديال إنسان حاس براسه بأنه عنده نفور من المنزل بغي غير يخرج منه ما تبغيش يبقى يستقر في البيت ما تتوحدوش على كلمة ديما من تبغي يتكلم بعد فرض من العائلة تكون تتبنى عليه المشاكل وصداع غير ما تكونوش مفاهمين تكون صداع والمشاكل بالنسبة للناس اللي عندهم هاد المشاكل هاد المشاكل اللي تتكون في البيت إذن يشخص نفسه بكلم بعض الوصفات لتشخيص النفس أو إنسان يعرف رسول أشنو عنده يحاول ياخد أي حاجة تتشخص للسحر أش من سحر عنده ويحاول أنه بدأ يبطل إذا كان شك بهذه الأعراض اللي يعطيتكم يحاول أنه يدير هاد الوصفة هاد الوصفة رائعة إن شاء الله غدرها وغادي تكون عندكم التفاؤل والحياة السعيدة في البيت وغادي يكون التفاهم إن شاء الله بالنسبة للأسر الأسر اللي سيكون عندهم هاد المشاكل تحاولوا يبطلوا الأسحار داخل المنزل ويبطلوا الأسحار اللي على الجسد ديالهم مخطينه أو تكون إنسان مخطيه تيبدأ يحس بأوجع في الأرجل دياله تيبدأ يحس الراس ما تيفوتوش إذا تكون إنسان خبيث تيدير لهم أسحار إذا غادي إن شاء الله نديروا هاد الوصفة انتوما متوكلين على الله سبحانه وتعالى وصبب عبدي وننعينك ولكن أي وصفة خاصة تكون عندك نية حسنة خصوصا القرآن الكريم لا يجرب القرآن الكريم له فضل كبير على الإنسان إنسان قاعد داقص به السبل يحاول أنه يلتجع إلى الرحمن ويدير وصفات طبيعية في نفس الوقت يحط عليهم قرآن كريم يحاول أن يقرأ القرآن كثير في الدار وغير تنزل الرحمة والسكينة وترجع الأسحار على صاحبها إذا هذا الوصفة صالحة العين والسحر المرشوش السحر المرشوش يسبب أضرار للأسرة كسائر بزاف الناس اللي توقع لهم هاتش تقول له مشاكل تقول له صداع تقول له ما كيش تفاهم ما كيش صراحة في العائلة ولكن إن شاء الله اليوم الوصفة ديال اليوم هتعطيكم حتى طاقة إيجابية في المنزل إذا نتوكلوا على الله هنعطيكم المكونات وانتوما دروها بإذن الله الواحد القهار أول حاجة هننتبخوا الزعتر كاس ديال الزعتر متبوخ لأن ماء الزعتر خذتكم تعرفوه تطهر المنزل من الشياطين ديال أسحار تنفرق منه تنفرق الماء ديال الزعتر تحيدو بها الطاقة السلبية من المراحد بعد نحط لكم وصول المرحد تطهير المرحد إن شاء الله عدنا الملحة جوج معالق ديال الملحة العادية إلا عدكم صخرية مطحونة ديروها عدنا الشب الشب هناخد واحد الكمية بغيتوا تحطوها مطحونة بغيتوا تخليوها تبات ليلة كاملة والصباح غادي ندير بها نتوياج الدار أو المناج أو نصلح بها الدار إذن وغادي إن شاء الله نحطوها في من الملح الملح جوج ما علي قبار عدنا الشب ناخد ثلاث قطع ثلاث قطع ديال الشب حالك ثلاث قطع ديال الشب غادي تحيدوا هذا أنا أعطيكم أنا أعطيكم القراءة ديال هادي المكون العجيب اللي غادي ونخلطه مزيان نخلطه مزيان ونحاول أنني هات الشب غتبيتوها ليلة كاملة أتغطيو الوعاء أدلو فيه كأس الزعتر جوج معالقة الملح ثلاث معالقة ديال الشب أو ثلاث قطع ديال الشب وتخليوها تبات ليلة كاملة وتغطيوها والصباح غادي إن شاء الله غادي تأخذوا هاد الشب وغادي ترشو بها المكان كامل الزواية المنزل زواية المنزل كل زاوية تتمسحوها بماء الزعتر والشب والملحة وانتما تتقروا آية الكرسي والمعودتين ما تقروا هاش على الماء ما تقروا هاش على الماء ولكن كل رشة أو تديروا بخاخ أو تمسحو بها الزواية أو تمسحو بها الزواية هذا هاد الماء غير مقرع عليه ولكن القراءة ستكون على طريق الفمديا لكم كل مسحة في البيت انتما تتقرأوا آية الكرسي والمعودتين وتتقرأوا كل زاوية كل زاوية انك تمسح المكان تمسح المكان وانت تتقرأ آية الكرسي صورة الفلق صورة الناس وانتما حتى تكملوا تكملوا المكان من نتوياج دي البيت أو ديروا الميناج للبيت ولكن تاخدوا بخاخ وترشوا الزواية البيت الزواية البيت كاملة الماء اللي غادي شيت غادي تهروا به المراحل ولكن بدون قراءة بدون قراءة المرحل مرحل ما سنقرأوش القرآن فيها غادي تهروا ت المراحل بماء الزعتر والشبة والملحة بدون قراءة تحاولوا انكم تصشوا المرحل الزواية كاملين السقف كل شي تهرواها بماء الملح والشبة والزعتر الكوزينة العتبة البيت كل شي من بعد ما غادي تسالي غادي هاد الماء تلوحوه عادي في المرحل آم بعد غادي تلقوا صورة البقراء هاد الوصفة غادي تعودوها غدروها ثلاث مرات آم في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع وغادي تلقوا صورة البقراء مدة ثلاث أيام باش تحيدوا آم الحاجة اللي عندكم في المنزل بحل المشاكل بحل الناس اللي عندهم استاع بحل الناس اللي عندهم العين بحال الناس اللي عندهم السحر المدسوس إذن نحاول انطهروا بيوتنا من الشوائب ومن شياطين ومن السحر ومن العين إذن هذه الوصفة إن شاء الله اللي درسوها غاليتحصوا بالراحة حاولوا أنكم تديروها باستمرار الناس اللي عندهم مشاكل في المنزل إذن حبابي في الله ما أبقى لي غير نقول لكم حاولوا تديروها إن شاء الله وغالي يكون عندكم واحد غادي يكون عندكم إن شاء الله الهدوء في المنزل غادي يحيد السحر الوليدات غادي خدموا والبنيات غادي تزوجوا حيث السحر إذا كانت في البيت تيتأطروا قاع الأسرة إذن ما أبقى لي غير نقول لكم حاولوا تديروها وتوكلوا على الله وإن شاء الله غادي يكون عندكم غير الخير إن شاء الله بحول الله ما تنسونيش بالدعم وفعلوا الجرس وخليوا لي لايك لأجبكم الفيديو وإلى وسط أخرى إن شاء الله موسيقى